معاناة المركبة بعضها فوق بعض تعيشها إيمان عبده في غرفة خصصة لبناتها الثلاث أسبال وميعاد وأنسام اللواتي أصبن بوباء الكوليرا منذ يومين عقب إجراء عملية استئصال المرارة لأنسام التي تعاني من تكسر في الدم لتقتل اليوم ابتسامتها ونسيم صحوتها في ميعاد غير متوقع مع ميعاد وأسبال على فراش المرض قطع سبل الحنان بينهن وجعل الأمة تقف حائرة بين بناتها الثلاث مشتتة تتخبط هنا وهناك لا تعلم أيهن بحاجة إلى رعايتها واهتمامها تتوجس خطر الموت كرة وتطبطب على ثلاثتهن دون مرة أقال لهن حمى وإسهال وطرش تحورت وين أعمل هن قبت هنا المشتشفى وتحورت ما أعمل هن عاد هن تعبانين هذك بينها تكسر كان رقد بالنقطة الرابع وقرقنا هذك قدام ثلاثية معمنا لعملية المرارة وقال الإسهال وطرش كفق أبعد يومين واحد وعشرون حالة مصابة بالكليرا استقبلها المركز خلال يومين فقط تسع حالات منها ما زالت في قسم الرقود أربع منهن أطفال وشابتان وثلاث مسنات غير أن هذا الرقم لم يحرك ساكن للجهات المعنية والسلطة المحلية الغارقتين في فساد مسؤوليها المهمومين بمصالحهم دون أرواح المواطنين التي يفتك بها المرض نحن في مركز الكوليرا لهذا اليوم استقبلنا 21 حالة والآن ما زالت لدينا تسع حالات كحصائية لهذا اليوم وما زالت تعز تعاني من مرض الكوليرا ونحن الآن في وحدة مع لغة الكوليرا نستقبل الحالات بشكل دائم أغلقت الغرفة بمركز الكوليرا في المستشفى الجمهورية على أسبال ومعاد وأنسام لتفتح قصة أشبه بقصص الخيال تنذر بفاجعة كبيرة إذا ما استمر مكتب الصحة في المحافظة معتمدا على المنظمات الدولية التي تعمل من خلال هذه المشاريع على نهب أموال اليمنيين والتسويق لنفسها والصندوق النظافة والتحسين الذي بدأ إهماله متعمدا بجعل المدينة مستنقعا خصبا للأوبئة تزداد خصوبته مع تكدس النفايات في شوارع المدينة وجعلها برميلا كبيرا للمخلفات غير آبها بما ألحقه بأسبال ومعاد وأنسام جعل الأمة في حالة يرثالها أنسام وأسبال ومعاد قصة وجع في غرفة واحدة لأسرة واحدة يتشاطرن المرض ويلخصن معاناة تعز من جائحة الكوليرا عدر عزيزي ذبحاني من شباب تعز ترجمة نانسي قنقر